صباح الخير صباح للنور أتمنى أن تكونوا بأسحة وسعادة حلقة اليوم سوف نرى معكم تشيز كيك الذي تسموه بأي حاجة تعجبكم تقدروا تصيبه بالبيستاج بالفاني بخالييني أي حاجة تعجبكم طالما أنه سوف نزيده بما أنه لا يوجد جيلاتين فهذا سوف أعطيكم اليوم لكي تكون لديكم وصفة أساس تسموها بأي حاجة تعجبكم كثير من الناس تخوف من تشيز كيك الذي كان طيبه في الفران فهذا لم يكن طيبه في الفران لا يكون لديك جيلاتين ناجح من أول مرة حتى لو كنتم مبتدئين فتبعوا معي الحلقة من الأول حتى الآخر فعندي هنا 250 قرام من الشوكولات البيضاء تكون نوعية جيدة شوكولات بيضاء ماشي بديل الشوكولات أخذتها بحلقة كده 100 قرام أو 100 لتر من الكريمة السائلة تكون حتى هي كريمة جيدة نضيفهم مع بضياتهم على حمام مائي حتى تشوفوا أنهم دابوا بعد المرة الشوكولات البيضاء هناك تبقى متكتلة لا تدوب بشكل مشكلة سنتحنها بميكسر بلونجة أنا عادة كنت استعمل شوكولات كالبو ملقيتها لذلك أنا استعملت هذه الأقبال فشوية ما تدوب بشكل جيد ولكن المضاقة جيدة من بعد نزيد الكيمية المتبقية الكريمة السائلة هذه المرة تكون باردة من تلاجة ضروري أننا نضيفها وهي باردة نضيفها بحلقة هذا غير بشوية بشوية وأنا سنخلط دائماً عندما نزيد الكريمة نخلطوه و ندوبوه مع الشوكولات والتلوتين تنزيدهم باردين إذا اضنا كل شيء و ندوبناهم فلا سنجد لكم الكريمة من بعد ما سنخلط هذا كل شيء سنعود نتحنه خفيفة بالميكسر بلونجة إذا لم نتوفر لكم الميكسر بلونجة لا يوجد مشكلة تتحنه في طحانة العصر هنا ما استعملنا الجيلاتين فضروري أن شوكولة البيضاء لا نأخذوا مثلا تابلت شوكولة البيضاء أو شيء ما تكون احترافية ضروري تأخذوا شوكولة البيضاء التي تكون نوعية جيدة لكي تقبط لنا هذا البيضاء بعد ما تحنت كل شيء سوف نضع في هذا البيضاء كبير الذي سنطرف فيه و ننزل فيه كمية كاملة من هذه القرنش منطقة ضروري نجعلها تبرد الوقت الكافي أنا بالنسبة لي نجعلها ثلاثة ساعات على الأقل من بعد فضروري أنني نغطي هذه الكريمة بلاستيك غدائي أو في الم الملمس لا تشكل لأي طبقة من الفوق و نحاول أن ننزل بلاستيك غدائي و ننقص الكريمة من بعد فعل الوقت الذي تكون فيه الكريمة في الثلاجة هنا نتحل البيسكويت عندي 160 جرام من البيسكويت أنا استعملت هنا جولدن استعملت منه 160 جرام من بعد نحط لكم و ستقريبا ستخصصكم من علبة نقوم بخفيف نجعل الحبات خشنة لا تكون ناعمة لكي لا تأكلوا سوف نكمل الكمية كاملة سوف نتحنها كما تشاهدون و من بعد نزيد الزبدة سوف ندوب الزبدة نجعلها تغلي قليلا لكي تبخر السوائل كاملة لكي تبقى طبقة بسكويت تبقى مقرملة إذا لاحظتم كمية الزبدة لكي تبقى مرة واحدة لكي تبقى كل بسكويت و كمية الزبدة اخذت من البيسكويت و تقريبا 90 جرام زبدة أحسب البسكويت استعملت 20 سنتيمتر في القطر و في الارتفاع 5 سنتيمتر بالنسبة للناس الذين ستستعمل الارتفاع 22 سنتيمتر فتقدروا تحتاجوا كمية أكثر من البيسكويت تقدروا 200 جرام من البيسكويت مع 120 جرام من الزبدة إذا كان لديكم قلب كبير لكي تقدروا كمية البيسكويت أما كمية الكريم فتبقى هي هي غير هو الارتفاع سيأتي نازل قليلا بعد ما نبسط البيسكويت سنتقدروا ثلاجة هنا نريكم الكريم تشيز التي سنستعمل اكيد تستعملوا فيلادلفية كتبقى هي الأشهر الكريم تشيز مرجان جيد احسن استعملته في تشيزكيك هذا لونه غامق عندك تستعمل أزرق فاتح ضروري يكون بحلاك أو تستعمل جغفة أو جودة تجودة زوينة القوام أحسن مرجان إذا لم تجدوا تستعملوا أي وحدة التي تستعملها بعد ما بردت لديها تقريبا 1-3 ساعة فأنا أسر بحلاك لكي لا نضيع الكيمية التي تلاصقها في الفيلم كنتر بحلاك كنتر بحلاك أن القوام تقريبا بشكل لاموس لا يكون قوام تقريبا أو قوام تقيل كما تشاهدون هذا هو القوام ضروري بحلاك لأن من بعد سنتر بحلاك سنزيد كمية الكيمية كل علبة 200 جرام 400 جرام في المجموع 400 جرام بالنسبة للناس لتستعمل علبة أخرى 190 جرام بالنسبة للجودة على ما أعتقد 190 جرام شرقي أو جيغ في 170 جرام المهم ستستعملوا وخدتكم 30 جرام لن يكون بعد سنكمل نضيف الجوم الكريمي كان بارد وضفته من تلاجة يساعدني الكريمة يتطلع ويتماسك كما تشاهدون لدينا باكدوازو لكن نزل قليلا لا يوجد الكريمة التي طلعناها لا يوجد القوام ويكون عاقد في نفس الوقت غير الملاحظة لا تجعله خفيف لأن لا تتماسك كما تشاهدون من بعد خرجت بسكوين لديكم لا يوجد نزل نصف كمية الكريمة ونحسر ونحاول في الجوانب هذه الطريقة الاحترافية لتحصل إلى دائرة ثم تزول الغودويد لا تجد فقعات الهواء ثم نتأكد الكريمة متوزعة جيدا نزيد ما تبقى الكريمة تجيز كيك في القوام عاقد كما ترى كما ترى هنا بملعقة تستخدمها كوصفة أساس وضيف لها أي حاجة غير لا تكون الحاجة سائلة بعد المرات كنت أضع المعلقة كبيرة تستخدم بخالينة أي حاجة تفضلها هنا نقاط ونضع التزيين هنا 240 أو 150 جرام 40 أو 40 أو 40 أو 40 أخر أو أخذ أضع 80 جرام من السكر 40 بعد نضيف 40 أو أخذ هذا وأنا وقفة على نار متوسطة حتى ترى أنه تماسك وأنا نقوم بخطة بخطة واضح بعد نغطي بلاستيك غذائي ملامس حتى نرى الفيديو الفرامبوز هنا في الحلقة ننسيت بعد قشرة سأخبرها لكم بعد أخذ ليلة كاملة 8 ساعات قبل ساعة واحدة في المجمد نزول الغذوذ بلا ماء ثم نضيف الكمية والثول سأخبرها سأخبرها سأحاول أن نسرحه وسأخبر جوانب لا نزينهم لأننا سأضع الفواكه وكيف لا ترى هذه القشرة التي تكونت لها سأخبرها واضحة لا تخبرت من بعد سأخبر الفرامبوز سأضعه على وجه لكي نزينه سأخبرها ودائما سأخبرها كما ترى بعض الأنصف وعض الأنصف الفرامبوز ثم سأخبرها الفرامبوز لم أكن أخبرها سأخبر الفرامبوز ونزيد الفرامبوز ونزيد الوسط لكي نقض هذا المنظر لا أعجبني سأخبر الأنصف الفرامبوز ورق الدهب وحبيبات الشوكولة بيضاء ومنظر كما ترى هنا قطعت لكم طريف كيف يأتي من الداخل سأخبرها في الوسط سأخبرها ترى القوام كريمي من جناب هذا الكل الفرامبوز سأخبرها بالنسبة للناس سأخبرها إذا كان ممكن نستبدلوا الفرامبوز بالفرامبوز الفرامبوز سأخبرها ورقة من الجيلاتين لأنه لا يستطيع فرامبوز فرامبوز يوجد كمية كبيرة بيكتين هذا هو الشكل نهائي أتمنى أنه يعجبكم شاهدوا معي القوام كريمي متماسك في نفس الوقت أحسن من الجيلاتين فهذا كريمي كريمي يأتي كريمي وصفة ناجحة من أول مرة نتمنى أنكم تجربوه إذا أريد أن نرى هذا الشيس كيك بمضاقات مختلفة بمضاقات مختلفة بتزين مختلف كتبوها في التعليق إن شاء الله سأصيبه معكم ونتمنى أن نراكم بخير وعلى خير في حلقة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله موسيقى موسيقى